بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون إحدى أسباب الانحراف في اليهود والنصارى والمشركين هو الشرك بالله تبارك وتعالى حيث قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وقال المشركون الملائكة بنات الله وقالوا اتخذ الله ولدا هؤلاء قالوا إن الله تبارك وتعالى جعل لنفسه ولدا إسا كيف اتخذ هذا الولد لنفسه إما أولده كما زعم ذلك بعضهم كالأب الذي يرزق بأولاد أو مو عن طريق الولادة بل بعنوان التبني اتخذ ولدا يعني اتخذه كما يتخذ الإنسان ولدا بالتبني وربما في بداية الآمر زعم لهم التبني ثم تطور هذا الزعم إلى حد زعم الولادة الحقيقية السؤال أنه ما هو سبب زعمهم لهذا الآمر الجواب من شاء زعمهم مجموعة من الأمور الأول كانوا يرون أن الولد كمال لهم فزعموا أن ما هو كمال لهم فهو كمال لله تبارك وتعالى ثانيا أرادوا تشريف هؤلاء الأنبياء أو الملائكة فزعموا أن الدعاء الولد تشريف لهم فشرفوهم بهذه السمة أنهم أولاد الله بالتبني ثم تطور الأمر إلى الدعاء النسب الحقيقي وثالثا طبيعة الناس إذا لم يتمكنوا من فهم حقيقتين أو تحليلها بطريقة صحيحة من طبيعتهم اختلاق التصورات والتخيلات الباطلة لما شاهدوا ولادة عيسى عليه السلام من غير أب وشاهدوا المعجزات ولم يدركوا كنها حقيقتها فزعموا أنهم آلهة أو أبناء الله ورابعا من طبيعة بعض الناس الغلو في الأولياء وهذا أيضا من مصادقة لكن هذا القول باطل الله تبارك وتعالى في مختلف الآيات ينفي هذا الولد لنفسه ويرد على كل الزعمين زعم التبني وزعم الولادة الحقيقية سبحانه بل له ما في السماوات والأرض إن الله تبارك وتعالى منزه عن ذلك ونحن ننزهه تنزيها فالله غير محتاج لذلك بل له ما في السماوات والأرض فلا يحتاج إلى شيء فكل شيء ملك الله تبارك وتعالى كيف تصورون بأن يكون المملوك ولدا؟ الولد مملك للوالد فكل شيء ملك الله تبارك وتعالى والمملوك تحت التصرف واختياره بيد مالكه فلماذا التبني كل له قانتون كل من في السماوات والأرض لله تبارك وتعالى قانتون يعني خاضعون ومطيعون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون من شأ هذا الزعم عند اليهود والنصارى والمشركين هو الظهور بعض المعاجز أما عند النصارى لأنهم رأوا أن النبي عيسى ولد من غير أب أو ظهرت عنده بعض المعجزات وهكذا بالنسبة إلى عزير حيث أتى بخارق العادة هذا كان من أسباب ادعائهم بأن هؤلاء أبناء الله لكن هذا الزعم باطل لماذا؟ لأن الله بديع السماوات والأرض ما يحتاج إلى الولد وإنما يخلق بكلمتكم بديع السماوات والأرض يعني مبدع السماوات والأرض ومنشئهما وخالقهما أبدعهما من غير مثال فكما خلق كل شيء من غير مثال كذلك خلق هؤلاء وأعطاهم القدرة الخارقة وفي الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام إن الله عز وجل ابتدع الأشياء كلها بعلمه على غير مثال كان قبله فابتدع سماوات والأراضين ولم يكن قبلهن سماوات ولا أراضون أما تسمع لقوله وكان عرشه على الماء وإذا قضى أمرا إذا أراد شيئا فإنما يقول له يعني لذلك الأمر الذي أراده كن يعني يأمره بأن يوجد فيكون بمجرد إرادته يوجد الشيء بلا حاجة إلى أي مقدمة فالكون بهذا النحو طوع إرادته وأمره فأي حاجة إلى الولد فأنه خالق لكل شيء وقادر على إيجاد كل شيء وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين